اشتركوا في القناة 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 بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله الدائمة البطولية مريم مع جميع القدسين عليها اشرف السلام لنودع انفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الاله لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود أيها الاب والابن والروح القدس حلانا وكل آوان وإلى ذهر الداهرين اشتركوا في القناة بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا بشفاعات والدة الإله يا مخلص خلصنا أيضا وآيضا بسلام إلى الرب نطل يا لئيسو وضط وخلص ورحم وحفظنا يا الله بنعمة يا رب ورحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله الدائمة البتولية مريم مع جميع القدس لنودع عنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله بك يا الله لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنراتل لك عاللوية خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنراتل لك عاللوية والمجد والمجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يازل غير مائل لقد قابلت لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القدسة واردة الإله الدائمة البتوليات ماريا وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا وبموتك واطئت الموت وأنت لم تزل أحدا ثلوث الخدوس الممجهد مع الآن والروح الخدوس خلصنا أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلو بير يا يسو وضض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمة يا رب الرحمن بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القدسين لنشرف السنة لنودع انفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب الله لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس ألا نوى كل آوان وإلى دهر الداهرين قناة وإلى دهر الدهرين أحمل وقابلت الدفن ذات ثلاثة الأيام بكي تعطي طانا من الآلام فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجلول ألا حكمة فلنصتقيم هل أم لنسجود ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأقوال لنراتل لك خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموال لنراتل لك حليلويا حدرت من العلو يا متحن وقابلت الدفن ذات ثلاثة الأيام لكي تعطي طانا من الألم فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجلول يا رب المجلول وقابلت الدفن ذات ثلاثة الأيام لكي تعطي طانا وقابلت الدفن وقابلت الدفن فيا حياتنا وقيامتنا يا رب المجلول اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 إلياس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله مترانا على بيروتا وتوابعها المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على كل فنقية الساحلية أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة إلياس الكلي الطهر والجزيل الاحترام المقام من الله مترانا على بيروتا وتوابعها المتقدم في الكرامة والمتصدر في الرئاسة على كل فنقية الساحلية أبونا وسيدنا فلتكن سنوه عديدة اشتركوا في القناة 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 ووجاة وبتولي أنات محتملين بعضكم بعضا بالمحبة ومجتهدين في حفظ وحدة الروح برباة السلام فإنكم جسد واحد وروح واحد كما دعيتم إلى رجاء دعواتكم الوحيد رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة وإله أب للجميع واحد هو فوق الجميعين وبالجميع وفي جميعكم ولكل واحد منهم أعطيت النعمة على مقدار موعبة المسيح السلام لك أيها القارئ الحكمة الحكمة لنصقم ونسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم وبروحك فصل شريف من بشارة القديس لوق الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر مجدولك يا رب المجدول لنصغي في ذلك الزمان كان يسوع يعلم في أحد المجامع يوم السبت وإذا بامرأة بها روح مرض منذ ثماني عشرة سنة وكانت منحنية لا تستطيع أن تنتصب البتة فلما رآها يسوع دعاها وقال لها إنك مطلقة من مرضك ووضع يده عليهم وفي الحال استقامت ومجدت الله فأجاب رئيس المجمع وهو مغطاظ لإبراء يسوع في السبت وقال للجمع هي ستة أيام ينبغي العمل فيها ففيها تأتون وتستشفون لا في يوم الساب فأجاب الرب وقال يا مرائه أليس كل واحد منكم يحل ثوره أو حماره في السبت من المذود وينطلق به فيسقيه وهذه هي ابنة إبراهيم التي ربطها الشيطان منذ ثماني عشرة سنة أما كان ينبغي أن تطلق من هذا الرباط يوم السابت ولما قال هذا خزي كل من كان يقاومهم وفرح الجمع بجميع الأمور المجيدة التي كانت تصدر منه وفرح الجمع فالمجد لك يا رب المجد لك يا رب المجد لك بسم الأبي والابن والروح القدس سعادة النائب نسيه نجم ممثلاً ممثلاً دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برري ودولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الشيخ سعد الدين الحريري أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والسعادة أيها الأحبة قريباً سنعيد لميلاد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح بالجسد أي سنعيد لتجسد كلمة الله الكلمة الذي قال عنه يحنى الإنجلي الحبيب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبما أن كلمة الله لا تقيد كما قال بولوس الرسول نجد له قد أخلى نفسه آخذاً صورة عبدٍ صائراً في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسانٍ وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب من أجل أن يخلص الإنسان الجاحد وقد قال المسيح الكلمة عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحدٌ يأتي إلى الآب إلا بيه تالياً إن ربنا يسوع المسيح هو الكلمة الحقّة التي اتبعناها نعرف الطريق الصحيحة ونحصل على الحياة الحقيقية أيضاً إن اتبعنا كلمة الرب نتحرر هكذا قال الرب يسوع إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم إن أن الكلمة الحقّة مصيرها الموت دائماً وهذا ما واجه به المسيح اليهود قائلاً لهم لكنكم تطلبون أن تقتلوني لأن كلامي لا موضع له فيكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسانٌ قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله لا شك بأن كلام المسيح كان مدوياً وقد وضع النقاط على الحروف وواجه كل خاطئ بخطيئته لا ليدينه إنما ليساعده كي يستيقظ ويعود إلى رشده ويرجع إلى الرب الإله إذ لا أحد يأتي إلى الآب إلا بالمسيح لكن رؤساء الشعب الدنيين والمدنيين ألبوا الشعب كما اليوم على الكلمة الحقّة مستخدمين كلام الزور وشهود الزور وفي النهاية صلبوه ظنّين أنهم بذلك قد أسكتوه لم يؤمنوا وربوا بينهم أنه ابن الله أنه كلمة الله التي لا تقيد لأنهم لو آمنوا لكانوا تحولوا نحو الأفضل ولكانوا عرفوا أن الموت لن يسكته أو يقيده إذ إنه سيقوم محطماً أبواب الجحيم وسيكون كلمةً مدويةً إلى الأبد لقد أتم اليهود بالمسيح الكلام الذي قاله على إرمياء النبي الذي قالوه على إرمياء النبي هلما فلنفكر على إرمياء أفكاراً نفكر أفكاراً تعالوا نتهمه ولا نصغي إلى كلمة من كلماته أليس هذا ما فعلوه تجاه المسيح عرفوه وفهموا أنه الكاهل الأول وأنه أحكم منهم بكثير وأن كلامهم نبوي لا مواربك فيه ولا رياء فقرروا أن ينموا عليه لدى الرؤساء الذين سلموه بدورهم إلى القضاء وصلبوه أحبائي في هذا الموسم المبارك الذي كما قلنا نعيد فيه لتجسد الكلمة اختطف من بيننا إنسان حبيب حمل لواء الكلمة وسيفها دون أن يخشى غدر الأشرار فغافلوه فغافلوه واتفقوا أن يسكتوه لأن كلمة الحق نزلت كالصاعقة في قلوبهم لقد أسكت جبران تويني خوفاً من إيقاظ الحقيقة النائمة في ظلمة العقول والقلوب هو الذي اتخذ من الديك شعاراً إلا أن صياح الديك كان إذاناً للأشرار بأن يسلموه إلى قضاء الموت ولكي تصدق أن الكلمة الحق لا تموت بل يرجع صدها أقوى اسمعوا ما قاله هذا الحبيب منذ سنوات طوال وكأنه يصف الحالة الحاضرة في بلدنا الحبيب الذي شوهته يد الفساد والخيانة والقمع والسرقة قال جبران في زمن التجسر الإلهي أي بعد يومين من عيد الميلاد عام 2001 قال قبل الحرب وبعدها بقي مرض العهود كل العهود والحكام وجميع الحكام هذا هو السكر الباطل هذه العجرافة التي يختالون بها على عروشهم وَيَا لَهَا مِنْ عُرُوشٍ مُطْحِكَا وَمُبْكِيَا إِنَّ اللَّهَ نَهِيكَ بِالْحَيَاةِ يُعَلِّمُنا التَّوَاضُعَ يَقُولُ هذا الحبيب وكل القيم والأخلاق والفلسفات تدعو إلى المحبة وإلى الاعتراف بالآخر والتحاور وإياه على أساس أن لا أحد يمتلك الحقيقة وأن الحاكم موجود وأن الحاكم موجود لخدمة الرعية لا لخدمة نفسه وعبادتها ماذا بقي من الحق والخدمة والتواضع والشورى والشفافية والعدل والانفتاح والديمقراطية والحرية ماذا بقي منها في بلدنا الجواب بسيط لم يبق منها شيء لدى الحكام لأنهم اعتمدوا ما تعتمده الأنظمة التوتاليتارية ذات نظام الحزب الواحد والحاكم الواحد والصوت الواحد والحقيقة الواحد الكاذبة عنين البطش والقمع واحتقار الرأي العام إلى متى سياسة الخضوع وتسديد الفواتر عن الغير والحساب الغير إلى متى مصلحة الفرد إلى متى مصلحة الفرد فوق مصلحة الوطن إلى متى نبقى بلا مشروعٍ وطنيٍ قوميٍ لبناني إلى متى الصفقات والعمولات وسياسة توزيع الحصص إلى متى يبقى الشعب ضحية جلاديه إلى متى اغتيال أحلام الشباب إلى متى اغتيال أحلام الشباب واغتيال الشباب واستمرار نزيف الهجرة إلى متى ندفع ثمن تجاذبات الداخل وتجاذبات الخارج إلى متى نبقى نعتمد سياسة إضاءة الفرص إلى متى يبقى الشعب أسيراً سياسة طرفٍ متطرف هل نعيش في جمهورية أصنام أقول هذا لأن كل زعيمٍ يعبد نفسه صنماً هل نعيش في جمهورية أصنام أو جمهورية دمى إلى متى يبقى لبنان سجيناً متى تزول حالة النشوة الغبية القاتلة ويعود التواضع ليسود الموقف متى ينزل الحكام كل الحكام إلى الأرض إلى الأرض وتتجسد أمان الشعب فيهم متى يعود لبنان إلى لبنان متى يعود لبنان إلى لبنان ثمانية عشر عاماً مضت على هذا الكلام ولا من سامعٍ أو فهيم ألا تجسد هذه الكلمات واقع حالنا اليوم إلا أن جبران الحبيب كان قد أعطى الحل كي لا نصل إلى ما وصل إليه أنذاك وما وصلنا إليه اليوم إذ قال في أيلول من السنة نفسها لا شك في أن المرحلة تطلب وعياً سياسياً راشداً كاملاً ورص صفوفٍ داخل الحكم بالذات وبين الحكم والشعب ولا سيما مع كل تيار مطلوب من الحكم والمعارضة ارتفاع إلى مستوى اللحظة التاريخية الحدّة والخطرة والتعالي فوق الأنا والتعالي فوق الأنينيات وسياسة الزواريب وسياسة الزواريب وتوحيد الموقف كي لا يصبح الجسم اللبناني تربةً خصبةً يستعملها هذا الطرف أو ذاك ساحة قتالٍ وصراع على حساب لبنانا وشعبه ما أخاف المسؤولين ولا يزال يخيفهم ما أخاف المسؤولين ولا يزال يخيفهم هو صوت الحق والحقيقة صوت الشعب الجائع والمريض والمتألم صوت كل محبٍ للوطن لا للزعيم اليوم كل رئيس حزبٍ هو زعيم ونسينا البلد نطيعه ولا نطيعه ما يريد منا البلد والوطن إذن ما أخاف المسؤولين ولا يزال يخيفهم هو صوت الحق والحقيقة صوت الشعب الجائع والمريض والمتألم صوت كل محبٍ للوطن لا للزعيم صوت كل من لا يريد الهجرة بل البقاء وتأسس العائلة وعملٍ في أرض آبائه وأجداده خافوا من هذا الصوت خافوا من هذا الصوت وما احترموه كما طالبا من ذهبا منا إلى السماء كما طالب جبران قائلاً الشعب ليس بالقطيع وليس بالسلعة التي نستعملها حيث نشاء ودون مراجعته كلكم بتعرفوا أنه كلمة ديمقراطية جاي من اليوناني ديموس معناته شعب كراتوس معناته حكم كراتاو أحكم لما نقول ديمقراطية بهالبلد مش شعور أني أهبل أو بعتبر هذا الإنسان يا حرم مدرس يوناني فلهذا السبب ما بيعرف شو معناه أو يستعملها لاستعباد الناس وما أهياً خافوا من هذا الصوت وما احترموه كما طالبا حبيب جبران قائلاً الشعب ليس بالقطيع وليس بالسلعة التي نستعملها حيث نشاء ودون مراجعته أو الوقوف عند رأيه وإلا نكون قد لجأنا إلى وسائل الأنظمة التوتاليتارية والعسكرية والبوليسية الشعب يستحق مننا الإحترام كل الإحترام اليوم هذا البلد يحكم من شخص كنتم تعرفوه وما حدا بي تحتموه من شخص ويحكم من جماعة تحكمون بالسلاح أين الثقافة؟ أين العلم؟ أين مستوى اللبناني الذي نفتخر به؟ أين هو؟ شخص لا نعرف ماذا يعرف ويحكم بنا يرجع إليه ولا يرجع إلى الأعلى منه ماذا عثر هذه البلد؟ وناس تخرب لنا بيتنا أيضاً لأننا أريد ما أريد نحن نسكت حتى يرضوا وحتى يزبطوا حالهم ويأمنوا على حالهم نحن ربينا ونحن صغار يا أحبي أنا من بلدي يمكن بتعرفوها نحن كل صباح وكل مساء كنا ننشد كل صباح وكل مساء أمام العلم خارج البناء في الصيف والربيان وداخل البناء في أيام الشتاء النشيد الوطني كله أنا بتحدى السياسيين إذا يعرفوا كله وبعطي مثل بشاء كثير 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 يا أحبي أول مجيد أنا على بيروت أنا ما كثير بعرف ناس لا سياسيين ولا سفراء ولا اللي بيشتغلوا مع السفراء لا هون ولا هوني رحكي أول مرة على عيد وطني لسفاراء لوطن عندما أنشد النشيد الذي يخص هذا البلد جميعهم وقفوا كجنود مستعدين للدفاع عندما أنشد النشيد اللبناني هذا الغنع سيملي سيجار وكمل الحديث معرفيه واللبنانية كل واحد عم بيحكي ما شفت ولا شخص ولا شخص احترم النشيد أو احترم العلام هذا هو لبنان الجديد ألا تسمعون ما يطالبون به أبناءنا في الطرقات اليوم؟ يطالبون بأن يلتفت المسؤولون إلى مطالبهم المحقة ويسألون بلطف وبجمال وببسمة لكن كلامهم المحق نجده يواجه بالتعام أحياناً وبالعنف وإراقة الدماء أحياناً أخرى وجوه ملطخة بالدام يصرخون القائلين إن احتجاجاتهم سلمية وستبقى كذلك لكن ثمة من يشوه تلك الصورة السلمية متناسياً ما قاله هذا الجبران إن الشعب اللبناني يفخر بأنه شعب مسالم سلاه الوحدة والإيمان والحق والحقيقة وخصوصاً الصمود في وجه المؤامرات ومحاولات زرع الفتنة واليأس في النفوس وإننا على يقين بأن السلطة محكومة بالإعدام أما الشعب فلن يكتب له ولوطنه إلا القيامة والانتصار بالمحبة والصبر إن الولادة يا أحبة يسبقها مخاض أليم يسبقها مخاض أليم لقد اقتربت ولادة لبنان ولادة لبنان جديد يستحقه أبناؤه الذين طال عيشهم لحالة المخاض اللبنانيون الموجودون في الساحات والطرقات اليوم يضحون بالكثير من أجل مستقبل انتظره آباؤهم وأجدادهم ولم يحصلوا عليه لكن لولا تضحيات الأباء والأجداد لما فتحت الطريق اليوم للخلاص الأشيك لبنان دوماً لم يحافظ عليه إلا من أبنائه من أبنائه الخلص لا من مسؤوليه لم يحافظ عليه إلا من أبنائه الخلص لا من مسؤوليه الذين غرقوا ويغرقون في لعبة صغائرهم التي أوصلتهم والشعب إلى الهلاك عبر حبيبنا عن هذا الوضع منذ خمس عشرة سنة عندما قال للمحافظة على الهوية ينبغي المحافظة على الوطن واليوم ولسوء الحظ لبنان يدفع ثمن أخطاء طبقة ثمن أخطاء طبقة سياسية فاسدة ومفلسة ولولا تمسك الشعب بهوياته لك نزال لبنان منذ زمن فالشعب اللبناني برهن قدرته على المحافظة على الوطن والهوية بعد مخاضات كثيرة مر بها يجب أن نتعلم كيف ننتمي إلى الوطن ويجب إيجاد طبقة سياسية جديدة وعلى الشباب دفع ثمن التغيير الذي يريدونه وعدم انتظاره من أحد فالمطلوب هو التفكير والتأسيس للمستقبل وليس العمل على استسديد حسابات الماضي نعم يجب أن نتعلم كيف ننتمي إلى الوطن وإليه وحده وأن نحافظ عليه خالياً من الشوائب كي نضمن مستقبلاً مزهراً مزدهراً يتحقق فيه حلم اللبنانيين بأن يعيشوا مكرمين في أرضهم اللبنانيون شاباتنا وشبابنا انتفضوا على الواقع المزري وحملوا العلم اللبناني دون غيره وطرحوا شعار العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد وضرورة المساءلة والمحاسبة وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وطالبوا بتشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والنزاهة والاختصاص والتي تنتمي إلى لبنان حقاً هل هذه مطالب خيالية تعجزية؟ أم إنها أبسط ما هو مطلوب لبناء دولة؟ يقولون لنا إنه صراع المحاور على أرضنا هل كنا أذكياء وحكماء واتفقنا على بناء دولة عصرية مستقلة؟ هل بنا أذكياء وحكماء واتفقنا على بناء دولة عصرية مستقلة؟ ترضي طموح شعبنا متجاهلين ما تطلبه المحاور؟ إذا اتفق جميع اللبنانيين فيما بينهم وتخط خلافاتهم وارتباطاتهم ومصالحهم هل من قوة تستطيع إحباط جهودهم؟ إذا قطعنا الطريق على الصراعات الإقليمية والدولية والداخلية والحزبية باتفاقنا وإصرارنا عن إبعاد وطننا عنها وكلفنا حكومة جديدة جديدة خاضرة على إخراجنا من انحدارنا الجنوني نحو الهلاك وإذا اتخذنا قرارا جديا بوقف الهدر والسرقة ومكافحة الفساد أن نوجد وإذا اتخذنا إجراءات جذرية تؤدي إلى استقلالية القضاء ومعاقبة كل مرتكب مهما على شأنه وإذا تبنينا شعارا في الاتحال قوة وتمسكنا بوحدتنا الوطنية بصدق وبدون زيف أو مراءات هل يتجرأ أحد على معاكستنا ومجابهتنا؟ إنها مسألة إرادة قبل كل شيء إرادة التضحية إرادة الموت من أجل بلدنا وأبنائه وبناته إرادة التخلي عن الأنانية والمصلحة إرادة الإنفتاح على الآخر ومد يد الحوار معه والتصميم على الوصول إلى ما يجمع ويوحد عوض إبراز الفرقات والاختلافات وطننا في حالة نزاع وهو ينتظر هو ينتظر عملاً بطولياً لإنقاذه يقتضي التخلي عن النفس من أجله فهل أقدمنا؟ نعود إلى جبران الذي كتب الآلية المطلوبة والمرجوة هي حوار صريح وواضح وفي العمق بعيداً عن التخوين أو التهويل أو التهديد وحوار جدي خارج إطار المماحكات والنكايات لا نقبل بعد أن يعود البعض إلى فتح بعض ملفات الحرب دون سواها من أجل زرع النعرات الطائفية وخلق أجواء تشنج لا يريدها أحد إلا الذين يريدون الإساءة إلى الوطن ووحدته جريدة النهار 23 آب 2001 الدعوة اليوم هي إلى العودة إلى الوطن إلى التضحية من أجله حتى بالنفس كما فعل جبران لا إلى التناحر والتقاتل بل إلى التحاور وإيجاد النقاط المشتركة التي تؤدي بنا إلى غد أفضل عودوا إلى المحبة التي تتأنى وترفق ولا تحسد ولا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق يا أخباء عودوا إلى المحبة التي لا تسقط أبدا أمين أبدا أمين 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحفظها للحياة السعيدة التي من قبلك يا محب البشر ارح يا ربي نفس عبيدك في راحتك حيث جميع قدسك يستريحون لأنك أنت وحدك الذي لا يموت المجد للآب والابن والروح القدس أنت إلهنا الذي انحضرت إلى الجحيم وحللت أوجاع المتقلين أنت يا مخلص أرح نفوس عبيدك جبران أولى أدري السابق رقاده الآن وكل وان وإلى دهر الدائرين عمين أياتها العذراء النقية المباركة وحدك يا من ولدت الإله بغير زرع إليه توسل أن يوريح نفوس عبيده جبران أولى وأندري السابق رقاده ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم وأيضا نطلب من أجل راحة نفوس عبيد الله جبران أولى أدري السابق رقادهم ومن أجل غفران جميع خطياهم الطوية والكرهية لكي يرتب الرب الإله نفوسهم حيث الصديقون يسترحون ولينالوا الرحمة الإلهية والملكوت السماوي وغفران خطياهم من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا إلى الرب نطلو يا إله الأرواح والأساد كلها يا من وطئ الموت بالموت وأبطل قوة الشيطان ووهب الحياة لعالمه أنت يا رب أرح نفوس عبيدك جبران وأنؤولى وأندري ورتبها في مكان نير في موضع خدرة في مقر الراحة حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد وبما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر لهم كل خطيئة فعلوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنه ليس من إنسان يحيى ولا يخطئ إلا أنك أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عدل إلى الأبد وقولك حق إلى الرب نطلو يا رب رحام لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لنفوس عبيدك جبران وأندري السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلهنا ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدأ له وروحك الكل قدس الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر المجد لك يا إلهنا ورجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من له السلطان على الأحياء والأموات وقام من بين الأموات لأجل خلاصنا بشافعات أمك القديسة الكلية الطهارة والدائمة البتلية مريم والقديسين المشرفين الرسل كل مليحهم وأبائنا الأبرال متوشحين بالله وصديقك لعازر الربعي الأيام والسائر قديسيك أنت رتب نفوس عبيدك جبران ونؤولى وأندري المنتقلين عنا في مساكن القديسين أرحهم في أحضان إبراهيم وأحصهم مع الصديقين والأبرار أما نحن فرحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر فليكن ذكرهم أبدا فليكن ذكرهم أبدا فليكن ذكرهم أبدا بصلاوات أبائنا القديسين وأحفظنا يا الله بنعمتك ألا حكمة حتى إذا كنا محفوظين من عزتك كل حين نرسل لك المجد أيها الأب والابن والروح القدس أسألانا وكل أوان وإلى دهر الداهرين ليس أحد من المرتبطين بالشهوات واللذات الجزدانية مستحقا أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد لأن الخدمة لك عظيمة ورهيبة عند القوات السماوية نفسها أيضا لكنك لأجل محبتك للبشر غير المنصوفة وغير المحدودة صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير وحصلت لنا رئيس كهنة وبما أنك سيد الكل سلمتنا خدمة هذه الذبيحة الكهنوتية غير الدموية لأنك أيها الرب إلهنا أنت وحدك تسود السماويين والأرضيين الراكب على كرسي الشيروبيم ورب السيرفيم وملك إسرائيل القدوس وحدك والمستريح في القدسين فإليك إذن أتضرع أيها الصالح والسميع الحسن وحدك انظر إلي أنا عبدك الخاطئ والبطال وطهر نفسي وقلبي من الضمير الرديء واجعلني كوفاً بقوة روحك القدوس إذ أنا لابس النعمة الكهنوت أن أقف لدم إدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدسة الطاهر ودمك الكريم لأني إليك أتقدم حانياً عنقي وأطلب إليك فلا تصرف وجهك عني ولا ترزلني من بين عبيدي لكن ارتضي أن تقدم لك هذه القرابين مني أنا عبدك الخاطئ غير المستحق لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا ولك نرسل المجد مع أبيك الذي لا بدأ له وروحك الكلي قدسه الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الدهير أبيك 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 فادي واحد جورج جورج اشتركوا في القناة 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 أحفظنا يا الله بنعمة أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة أربنا سأل ملكا سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا أربنا سأل مسامحة خطيئنا وغفرانا زلاتنا أربنا سأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم أربنا سأل أن نكمل بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الربنا سأل أن تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزين وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا القلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القدسين عليها أشرف السلام لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لأجل رافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدسه والصالح والصانع الحياة الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مكرين بآب وابن وروح كدسه حالوخ متساعد إي الجوهر وغيري موهم وعنصي الأبواب الأبواب بحكمة لنصغير اؤمنوا بإله واحد قاد ضابط الكل خالق السماع والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهود نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القلس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاصة البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث علامات الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأمواه الذي لا فناء لملكه وبالروح القلس الرب المحيي المنبثب من الآب الذي هو مع الآب والإبن مسجول له مجد الناطق من الأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة سوريا وأترف بمعمورية واحدة لمنفلة الخطايا وترجى قيامة الموتى المنبثب من الآب والحياة والحياة في الدهر الآتي لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام ذبيحة تسبيح نهمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك لنضع قلوبنا فوق هي لنا عند الراب لنشكر أن الراب لحق وواجب أن نسجد للآهام ولمني والروح القدس تلوث متساوي في الجوهر وغيري منفاصل بتشبيح الظفر مرنمينا وهاتفينا وصارخينا وقائلي قدس 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 رب الصباح قدس 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 يا من أحببت عالمك بهذا المقدار حتى إنك بذلت ابنك الوحيد لكي لا يهلك من يؤمن به بل أن يحصل على الحياة الأبدية فإنه لما أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ففي الليلة التي فيها أسمى والأولى أنه أسلم ذاته من أجل حياة العالم إذ أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيد وشكر وبارك وقدس وكسر أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كله هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا اشربوا منه كلكم هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن بما أننا متذكرون هذه الوصية الخلاصية وكل الأمور التي جرت من أجلنا الصليب والقبر والقيامة ذات الثلاثة الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس عن الميام والمجيء الثاني المجيد أيضا التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء أيضا نقرب لك هذه الأيام الضوء السوائل الثموية ونطلب ونتضرع ونسأل فألسي دوحة القدوس علينا وعلى هذه القربين الموضوع بارك يا سيد القدوس بسمع أمه هذا الخلص فجسر مسيرك المكرر أمين بارك يا سيدك سسرسل مسيرك المكرر أمين بارك وحولنا يا سيدك أمين 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 يا إله وخاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة إله الدائمة البتولية مريم بواجب الاستعال حقا مغرب وادي représentال إله الدائمة ترجمة نانسي قنقر 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 وعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكليا الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين ولتكن مراحم الإله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح محمى جميعكم بعد ذكرنا جميع القدسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلو من أجل هذه القربين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلو حتى إن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي لرائحة زكية روحانية يرسل لنا عوضا النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلو وغضب وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد التماسنا لاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله فكايا يا راو وهلنا أيها السيد أن نشترى بدالة على أن ندعو كابا غير مداني أيها لله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته لتكون مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهة لآخر اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن مننا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرين لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوال وإلى دهر الداهرين السلام لجميعكم لروحك لنحن روصنا للرام نشكرك أيها الملك غير المنظور يا من بقوتك التي لا تحصى خلقت كل البراية وبكثرة رحمتك أبرست الكل من العدم إلى الوجود أنت أيها السيّر اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيّر سهل أن تكون هذه القدسات لخيرنا جميعاً بحسب حاجة كل واحد منا رافق المسافرين في البر والبحر والجو واشفي المرضى يا طبيب النفوس والأسال بنعمته ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح والصانع الحياة الألال وكل هاوان وإلى دهر الداهر ومحبته أيها الرب يسوع المسيح إلهنا إصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب والحاضر هاهنا معنا غير منظور وارتضي أن تناولنا بيدك العزيزة جسدك الطاهر ودمك الكريم وبواسطتنا لكل شعب يا الله خل على الخاطئ وارحمه يا الله خل على الخاطئ وارحمه يا الله خل على الخاطئ وارحمه رسوم القدسات للقديسين جوس واحد رب واحد يسوع المسيح بمجد الله الآن آمين لقد وقفت تجاه أبوابي هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أبتعد لكن أنت أيها المسيح الإله يا من زكيت العشارة ورحمت الكنعانية وفتحت للص أبواب الفردوس افتح لي حنوى محبتك للبشر وقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم لأنه أما تلك فبلمسها هدى ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام وأما الأخرى فبضبطها قدميك الطاهرتين نالت مغفرة خطاياها وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاثري على أن أقبل جسدك بجملته لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتيك وأنر حواس نفسي محرقا جراثيما خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت هو بالحقيقة المسيح إذن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأة الذين أنا أولهم أيضا أؤمن أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه فأسألك أن ترحمني وتخفر لزلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة وأهلني بغير دينونة أن أتناول أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا ولحياة أبدية هانذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني يا جابلي بالمساهمة لأنك نار محرقة غير المستحقين بل طهرني من كل دنس اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله لأني لست أقول سرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا لكن كاللص أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب متى أتيت في ملكوتك ارهاب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله لأنه جمرة تحرك غير المستحقين إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني يؤله الروح ويغذي العقل بحال غريبة لقد شغفتني بشوقك أيها المسيح ونقلتني بعشق الإله فأحرق قطاياي بنار غير هيولية وأهلني أن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق لأني إذا تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي لأنه ليس هو لباس العرس وأطرد من الملائكة مغلولا فطاهر يا رب دنسى نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي لا تصر لي هذه القدسات لمحاكمة من تلقاء عدم استحقاقي بل لتطهير وتقديس النفس والجسد ولعربون الحياة والملك الآتي وأما أنا فخير للاتصاق بالله وأن أضع على الرب رجاء خلاصي سبّحوا اسم الرم سبّحوا يا عبيد الرم حليلوية الواقفين في بيت الرم وفي ديار بيت إلهينا سبّحوا الرب فإن الرب صالح أشيد لإسمه فإنه لذيذ قلت سبّحوا يا عبيد الرم فوق جميعي الآليان يا أحبي السبت المقبل بأربطاعش كنون جوءة الأبراشية جوءة الديس رومانوس المرنم رح يكون عندها ريسيتال أمسية ميلادية أولا لأنه عيد الميلاد ثانيا بذكرى الخمسين سنة على رقاد بروتوبسلتي أو المرتل الأول لكرسي الأنطاقي متر المر ريسيتال رح يكون بكنيسة مارنقولة بالأشرفية هلأ بالنشرة رح تقرؤ أنه ساعة 8 بس صار في تعديل مبارح طرق على لجنة المهرجان تبع بيروت ترتل طرق شيء تقني فاضطرينا يصير ريسيتال ساعة 6 بدل الساعة 8 مواسم مباركي ونعاد عليكم بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا الله رب ضار لنا مباركوني آتي باسم الراح اقبل لي اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله لأني لستم أقول سرك لعدائي ولا أعطيك قبلة غاشة أمت الله رنيل صحيحة النفسي والجسد وإيمان وإيمان لكن كاللس أعطرف لك هاتفا أذكرني يا رب أذكرني يا سيد أذكرني يا يا قدوس متى أتيت في ملكوتك لقد علمت أن الرب عظيم وأن سيدانا فوق جميعي يولي يا آلي آلي آم 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 اشتركوا في القناة